موسيقى أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في برنامج ذوق 24 مرحبا بكل مشاهدي القناة الوطنية الثانية تغيبنا عليكم شوية مدة ثلاثة أسابيع وقعتوا تشوفوا في الإعادات البرنامج جميعا ما توقفش هنا رجعنا لكن نستوجب أن نمشي من استوديو لستوديو هذا بطبيعة يستوجب شوية تهيئة وعلى كل إن شاء الله نواصلوا في نفسنا نسقي معاودناكم في ذوق 24 اللي تهتم بكل ما هو أسيل كل ما هو تراثي فن شعبي إذا كان الشعر متاعنا شعبي المزيين أيضا الحراف تكون حاضرة معنا إذا كان فما إفن موزدة في البلاد التراثية نحكي وعليها في ذوق 24 وهذا ما مواضيع حصتنا للليلة وأول ما نبدأوك العادة للليلة الباية تحذر معنا في برنامجنا أمينة نفاتيك العادة في للليلة الباية أهلا وسهلا ومرحبا بك أمينة مرحبا بك نداي ومرحبا بسيدة المشاهدين عودة ميمونة للبرنامج إن شاء الله بقوة بإذن الله ولو إنو راونا دي نحب نقولك اللي مغابش عليهم راهو حتى وكان ما تعديش في التلفزة راهو العباد تلموحة بالتليميسيان يلوجو عليها في اليوتيوب ويرجعوا يتفرجوا حمدو الله معناتها مش خطر بعدنا على تلف زهرة وبعد علينا جمهورنا هذه الحاجة الباية إنك حتى كتغيب شوية تخلي بصمة مع أنت تلقى عبادة تسئل عليك وعبادة تفرج وعبادة تحب تشوف البرنامج جبتا عنا جمهورنا وفي البرنامجنا والبرنامج عجبهم على الأخر ميم حتى جيت حاجات تشبهره وبرنامجنا قاعد صحيح والعبادة تحبه وتسئل عليه حتى ما تعديش في التليه كما قلت لك يتلبوني ونلقاوا الحلقة الفلانية ويرجعوا على اليوتيوب ويتبعوا حمدو الله على كل نقطة دي ما احنا الأصل ونسنا بالطبع الأصلية معناتها والمصخ اللي جيت ما هي شي مشكل معناتها ربيعين الناس كل بيه امينة كل عادة كل مرة نجيبو تيم على كل اخدينا وقتنا بش نزيدو نحضروا ونزيدو نثريو إن شاء الله البرنامج متاعنا بإذن الله شنو اللي حضرتنا اليوم نحب ندي سامحني جست نواجه تحية الساعة للحيرافيين الكل بما أنه مارس شهر التراث شهر اللي باس تقليدي توا معناتها المارس الكل وحافل معناتها بصناعات تقليدية كما نعرفوا لسيز مارس هو اليوم الوطني للباس تقليدي للباس تقليدي دونك هون ما فيها باس نحثوا الحيرافيين متاعنا شوي نزيدو نخدمو نزيدو نقدمو خلي اللي باسنا تقليدي يوصل خنخرجو به البر كما بارش راول بارنوس متاعنا خرج وخدمو بيه علش ليه نحنا نوصلو زيدا دونك فرصة معناتها كونو يكون عنا شهر كي من هكا نخدمو فيه ونعاونو بعضنا نحرافين الكل معناتنا نقول كنحطو يدينا في دين بعضنا رانا نوصلو باكيد القطاع الكلو ينزح معناتها فما قطعة كي ساعت يتفاهم عليها ثلاثة اربع حيرافين راه تخرج حاجة معناتها رايعة برشة حاجة مزيينة حاجة مزيينة فكرة معا فكرة يا كي دي ما تعطي إبداع يعطيك صحة هنا نشاجع الحيرافيين الكل ونقولهم إن شاء الله شهر مارس مبروك عليكم تنك هو شهر التراث إن شاء الله يا رب إن شاء الله لكلنا القدام بإذن الله يا رب إن شاء الله بإذن الله بيه يا مينا شنو حذرنا اليوم والله عروستنا حذرنا لها المرة هذي بيش بيش تخرج من الحمام بيش تلع للباية بالفم والمليك يعطيك صحة خمامنا فيها قبل في حصص فارتنا دي في قفة الحمام متاحة في ليز اكسسوار متاع الحمام في المانتها اللي كادولي بشديهم للبنات طوى خمامنا فيها هي بيش بيش تخرج من الحمام انت نبدأ وحمامنا ملينا ندخلو للي نخرج وحنا مدينين وحنا حافلين وحنا عروسة مزيينة وحنا العروسة متاعنا متميزة إن شاء الله يعطيك صحة توا عملنا الكرياسيون بيش بيش تخرج عروستنا من الحمام هنا يجبنا دو كرياسيون كالعادة نقول لك نديرو منجموش نجيبو كل شي نعطيك صحة يعطيك صحة وكل عادة نجمو نذكر وين ينجمو يلقاو مانت الكوليكسيون كيمنا يلقاوه على الباج متاعنا متاع دوسة دراجي دوسة بربيك فش تكتب بخطر يقوله فش تكتب دوسة دوسة دراجي دوسة دراجي او الفوتو دوابخوفيل متاعنا موجودة، اليجعي بالفوتو متاعنا نيعرفونا احنا البصمة نحن باصence في الفوتو دوابخوفيل كل عتا ما راحبه بيهم في كل اقتراحات كما نقول كل مرأة هنا يقعد جوار يظهر في اللبسة هيت بدأوا نحكي وكيتا ونشوفوا كل شي إذن انتي جبتنا تويكا هذو ما نشوفوا جوز لازغيرات يعطيك صحا خمامنا زيدنا ذلك تدخل العروسة جني غالما تلقي عندها أختها صغيرة يا بنت خالتها تحب ماذا بها زيدا هي تلبس معنا كيف العروسة خمامنا في العروسة وفي العمانة بتي موديل هكيا بيش يحفلوا الجو همارا ومجاني غالما في العروسة ايكي دع سافر جنادو كديما يكون جوهم محلي يبدوا محليهم معناتها ايه دونك عنا التونيلوليني هو اللي يتكون من ثلاثة قطعات نادي اللي هو السرويل ومعه بوستيه ومعه الفارملاء ايوه هذيك فيه ثلاثة قطعات منعش كني ناجم يوريهولنا هذين شوفوهم تعلي المكاة ايه هذي كسروي هذي كسروي لي سروي الخفيف ومن تلي بالخيط معناتها بش يمشي مع لتايل كل مايقلقش ناجم مايقلقش تأليست بدات انتشه تناجم خطر فيه قيتن منتالي توسح قد ما هي تحب البيستية متاعو زيده كيف كيف منتالي باللاستيك مرتاح عالاخر معنتها تجم يمشي مع لتايل كل يمشي مع البدنة وزدنا هالفارم اللي من الفوق اللي هيا فيها الدنطيل دخلنا لقميش العربي متاعنا دخلنا له دنطيل اللي هو حاجة جديدة باش تعرف عريسنا تواجن وشابيب ويحبوا حاجة مزينة وخفيفة ومهيش رزينة معناتها يأتيك صحة تكون سباق وشري والقميش شنو ما هو؟ هذيك الحايك متاعنا اللي أنا عندي مع اختصة معناتها أيوة حايك ديما الحايك يتنقل انتي عندك الدرجة والحايك بدعت بيه مزوز يتنقل في كل شي معناتها والدنطيل هذيك الحاجة جديدة اللي دخلت على الحاجة الموديرن اللي دخلت على التونيوم تينا هذيك شوفوا لكن الفصان معناتها متاع المانش شوفوا هذيك في اللبس العربي التقليدي متاعنا متاع اللي تتلبس تحت المالية نقولوا نحنا خبية بلغتنا معناتها في بلادنا نلبسوا المالية وتحتها خبية كريمة ويضيها بالدنطيل خلطت على ممتي حتى في العروسي التوامزلت موجودة ياتيك صح اليد هذيك اليد متاع الخبية العربي متاع المالية معناتها والسرويل يشبه شوية للترايون نديرهم متاعنا العربي الترايون سيقو حكيكة زيدا ما هوش بالضبط اما مقتبسة معناتها حاجة من القديم جددنيها شوية وتكون سبار وخفيفة ليسوا سير روخفيف هو ملبوس مايقلقش مايقلقش بكل بكل نشوفوا شنوعنا اخر اللي بجنبه هو متاع البنوتة الصغيرون اللي كنا نحكيوا عليها هو التونو ياتيك صحة وهذه فكرة زيدا عجبت عجبت لكليون برش على خطر تقولك جيني غالما هني نخذها لتحضر بها في العرس وما نقعدش نهارت الروضة عندي لبس تقليدي حير نهارت لي عندي توقع يعني هذي ما تلبسش حميمك اهوت نجم تلبسها خرجها مثلا توكيمتها وزيد معناتها الروضات وكل عاملين ديزيفين مام تعال لبس تقليدي معناتها برشو حرفي متاعي معناتها اللي خذتها عاملية للبنتها بش لبستها للحميم تنهازتها بها للروضة تستعمل معناتها هذي اللي دي ما نقولو نحنا المغزم تاعنا هوني في الروبريك متاع للباية راهو حاجة نستعملوها في بارشة حويج معناتها نمشو بها العرس نستخلوها في تظاهرات كي من هاكية المهم معناتها نشيخو بها نشيخو بها نوفيو فلوسها ونكفيو معنات يعتي كزا حبا نستخلو بها بلويفي متاع البنوتة الصغيرة هذي اشنو السرويل ومعها سورية؟ ومعها فوقانية معناتها كي سورية واسعة مفره ده معناتها باش صغير مكتعرف يتحرك ويسر الصغير بان فاسان يزمهم حاجة يكونوا مرتاحين فيها ومعها قبقى بها صغيرون ومعها قفتها نشوفوا القفة هذيك نحطولو فيها شوية حلوة وكزاون فيها وشدار هذيك قفتها معناتها تبدأ أسورتي يبدأ سيكت يعطيك صحي يشيخروحها في القفة يشيخروحها كعنده قضيته ومعها قبقى بها زيدا ندي ومعها قبقى بها أسورتي على اللبسة هذيك حاجة حلوة به نمشيو الحاجة نشوفوها هكا كمبليكي أكثر شوية نقولو أحنا معناتها اللي بجنبها هذيك جبه ومعها برنوسها كيفما نجمو زيدا التونيول اللي قلنا عليه المارالولا راوت نجم البرنوس يتلبس معناتها تجم تلبسو مع زوز لبسات البرنوس حتى اللبسة اللي ورينيها المارالولا نجمو نحطو عليها البرنوس نجمو نحطو عليها البرنوس خاطر التونيول اخر فيه الدنتيل وكل بشي بين جبتنا هذي يا سامبل حتى شاي ما فيها جست ما تروزها شوية بالسلطة هذيك اللي موجودة في الدوغي وفوقها البرنوس أيوها البرنوس نطيعنا العربية تونسي البرنوس نطيعنا ما في حتى موديفكاشن برنوسنا يقعد برنوسنا ندي نبدلو القميش نبدلو الحرج أما الديزاين متاع البرنوس ما تنجمش ولا توقسير ولا توي هكي كان نجمو أما الشابو الوحد متاع البرنوس يقعد هو هو هذين شوفوا الامرات نجم بعد إذا كان عندها ميثة العشوية وإلا عندها حنة ولا حاجة تنجم تحضر بحاجة من نوع هذين يعطيك ساحة بشتمشي مثلا بدوين حنة توجينا غالما يعملوا بالسلامية مثلا تجم تمشي لابستها هوني أنا خممت في العروسة زيدك تراوح من الحمام لاكثرية تبدأ بدوين حنة في الليل دونك هوكا تربح لابسة هذيكا تخرج بها من الحمام وتبدأ بدوين حنة متاحا في الليل ما تقعدش تخامو مشنو اللي بيش تلبس يعنيتها خاطر هي تراوح بلابسة وتخامو مشنو بيش تلبس في الليل هؤكا نحنا سهلنا عليها نحن لها شوي ستريس تراوح تلبسها معنيتها كي هي خارجها من الحمام وتجم تقعد بها تبدأ بها بدوين الحنة متاحا معنيتها تجم بعد هي عروسة بش مستدعية تجم تمشي تلبسها زيدها تحضر بها في مناسبة تتهز وخفيفة معنيتها ليجي هذي اللي بيه الفيدة معنيتها يدوم ندي ايوه معنى تلتفت مانات نجم تعديها لختها تعديها لصحبتها يعنيتك صحا نحن نحن نتقعد معنيتها نتوارثوها ننجم معنيتها ننلبسوها زدبار شمارات اللي كما تقول انتي تاخذ حقها معنيتها وواضح به نشوفو شنو اللي زكسسوار الاخرى اللي جبتها بنا هذي كسل حمام دي ما يزمو يكون مرافق معنيتها تنكو نحكيو عال حمام ينزم سال الحمام يعنيتك صحا حسل حمام ينزمو يكون موجود الحيك تاوه ليش نشكر زد الحيرفيين اللي جي ما يشتهدو الحيك يتسبغ راهو تاو معنيتها معنى تنجمو ما نشوفوش في البلانكا سيك هاو نجمو نشوفوه يعنيتك صحا نجمو نشوفوه في اللي كولوغ فلاشي اللي طالعين تاوه في الغاز في الفيغ في النواغ بانواغ جيني غالمون العرائس ما يحب ذوهوش اما تجم مراهة بش تمشي تحضر بيه معنيتها في صهرية ولا حاجة ما تكونش هي عروسة زد راهو موجود عنا نجمو نوفرو لها دونك هيل البيهي كونه في صناعات متاعنا تقليدية فما تطوير فما تطوير وهي بحر كبير دايما نتها قد ما تلوش فيها قد ما تشبت قد ما تعتيك كل ما غارم تعالي بابا كل ما تدخل تشبت حاجة ما زيل فما معنيتها الحمدول يا ربي صناعات التقليدية لكلها كنوز تونسية بيهي امينة مازلنا نشوفو هذي القفة الكبيرة والصغيرة عملتهم بش للبسة متاحة العروسة كيجيت هز معانا من عندنا لبستها تكون بالقفة متاحة هزا عندك امينة خلينا نشوفوها اكثر على الكاميرا نوريكو هذي القفة الكبيرة هذي القفة الكبيرة شوفو ديجا المروحة قاعدة الطل يعطيك هذي ما روحتنا كالعادة هذي ما روحة نتع نحاس وفيها العنبر بالخمسة 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 دونك هذي القفة عمنيها بش العروسة كيجيت هز اللبسة متاحة يكون لنبلاج متاحة حلوه معانا ده هاوك القفة زيدا مباتا جم تستعملها تخرج بها تهزها معانا ده هي تهز في عوز الساك تهز القفة هذي بالنسبة اللي نحن رايت هزها في قفة ده معانا ده كيجيو همتاع القفة مع تونو معانا تونو يكون موجود في وسط القفة هذي في وسط القفة تلبس تونو وتهزلق في صمتاحة بذي تعمارها بلي تحبها دوك عمانا تبيرها وصغيرة هذي عمانا الكب دبا هنا الناس نسبار شارعا مانا تشوفت حاجة تخبية ما قولك شش نريدك لا لا يا بنتي يخذ راحتك هنية يلزم الكاكيكا هذي يا نادي الكب دبا متاعنا الكب دبا متاعنا العادي اللي تلقاه عند النسكول هذي يتنجم اي مانيت ها كليانت جيب الكب دبا متاحا نواريوه الكاميرا ايي نواريوه احاوا هذي الكاميرا لو قابلت كاميرا تنجتواري عليها احاوا هذي الكب دبا العادي معانيت ها سبوغ اللي ما في حتى شي جيبوه معانيت ها إذا كنت حب تيخدو منعناكي من مرحبي إذا كنت حب جيب الكب دبا متاحا ونعملوله وغابيل على القفة وعلى التونيوز ده مرحبه نعملنا الغابيل نحنا دخلنا الحيك على الكبدبان العادي اللي نجم يكون حتى قلقت منه ولبسته قبله ولي حاجة اخرى يتبدل كمبلتما نبهي برشة دي لمساة سحرية ما فيهيش برشة خسارة بيكنا عنا حاجة حاضرة ونجم نبدلوها هنا نقول اللي حتى عندها في الزهيز متاحة ولا حاجة تجم تجيبولنا وندخلوا عليه نحنا الحيك اللي أسختي على قفة على التونيو متاحة والكلوغ كما قلت لكي تبدل راهو موجود معنتها للوين نجمو نعملو الكولوغ اللي حابلو الكولوغ اللي حابلو نشوفوا قفة اخرى صغيرة هذيكا صغيرة خلينها شواء للكليانت اللي حب قفة كبيرة واللي حب قفة صغيرة تلقى هي الزوز وهاي وشنا اللي تحب يعطيك سحا سويفان استعملتها من بعد دونك توريها الزمينار يذهب وين اي هذيكا في الكبر الصغير هكا بالاسمه لقب يا رياضة اذا نشوفوا هذي القفة صغيرة كل عادة نديل يجين نحاس الخمسة نحاس نعمبر نحاي كديمة ما تيغم بتاعنا البخمياغ تونسية منيتها مية في المية معناش المستورد معناش المستورد ومعناش تقليد معناش تقليد ومعناش تقليد كل شيء كل شيء بمصدقية هذي امينة هذي كونكسيون نحاولي حبينا نجيبو العريسنا ان شاء الله الحصة القادمة نجيبو لهم بقية الكوليكسيون خات الكوليكسيون كبيرة شوية كل مرة نجيبو لهم حاجة نحذروا معاكم موصبنا عروسات ديجابدين نعرفوا خطر سدي رمذان ناس كل تبدأ عروساتها على البكري يقرب شوية نتابعونا كل جمعة عروستنا ان شاء الله تكون ساتيسفيت قدرة ربي ان شاء الله فرحان شكرا لي كايمينة يعيشك يعيشك ان شاء الله نتلقاوه في الحساس القادمة ان شاء الله بيذن الله اذا باش نمشيو مباشرة نمشيو للشعر باش نحكيو على ايفن مو كبيرة ايضا في الجنوب متاعنا تونسي سي باشير اللقاني كل عادة يحذر معانا في الكنويتا ويجيبو الضيف متاعه الكنويتا متاعنا ان شاء الله عامرة اليوم وسي باشير اللقاني كل عادة يحذر بحثينا رفقة الضيف متاعه سي باشير اهلا وسهلا ومرحبا بيك اهلا وسيك نداهلا بأهلا بيك عودة ميمونة لنا الكل ان شاء الله لنا كل وخلينا فرصة مش اللي يبدأ يبدأ واللي بدأ يبدأ صحيح وان شاء الله دي ما عندي وشالي دمي اكل من زندي يمين يا رب فانتني وكا ومساش عبين وصلوا مش مشكلة اه حبيدنا اقول عملنا الدولة فرحة دي فرحة دي اخذينا قوة اخذينا شوي نفسي نفسي اذا دا نحن عام واش ناخد الموش ناخد طرح بلان جيد ما فيها بس نرتاح شوي ونرجعو نعود والعودة احمد ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي عودة ميمونة لنا نس كل وخلينا نرحب وضيفنا سيعة شكوه استضافتنا اليوم ضيفنا انا نقول ويلد سيدي ويلد سيدي يعني الوالد من كبار شعراء تونس وحكينا عليه قبل في كناويت نداء وكبار شعراء اللي عناه في حياتهم كشعراء وكمواطنين وكناس هو الشاعر الكبير علي لسود المرزوجي ايه هلا يا رحمه ينعمه بحضانا سي محمد مسعود ولده يقول علش علي لسود المرزوجي محمد مسعود علي لسود المرزوجي هي كونيا رغم انه يعني لسود هو يسر بلون ايوه هو ابيض باش حاولدوا بحذينا نجلوا نقولوا احنا اهلا وسهلا مرحبا بيك سي محمد اهلا وبيك عشق نورتنا شكرا جزيلا وشرفتنا بحضورك شكرا على أهلنا الله يرحم سيد عليك كما قال الله يرحمه نعم وخللناك الكلمات الشعرية المزيانة من الموروثة متاعنا الشعرية هو رحمه الله كان احد كبار الشعراء الشعبي يقر بذلك القاصي والدني وكان متميزا فريدا في كثير من محطاته الشعرية وبعد رحلته الطويلة في الحياة اخترنا ان نؤسس جمعية باسمه هذا اقل ويجب معنتها لتخليد هذا الاسم اقل ما يمكن نعم لانه في حياتي كان منشغلا كثيرا جدا بأعمال ليست فقط الشعرية وادبية بل ايضا اجتماعية على مستوى صعب نعم نذكر محمد هو قد في الهجرة في هولندا لمدة 25 سنة ثم ننتقل الى تونس وكتب عن كل نتفكروا شيء نذاكي بذكاري كل الامور السياسية كتب على عراق كتب على ليبيا كتب على تونس كتب على برشة كان حاسس بكل قضاء يعني كان الشهر الجوال في شعره نعم وهذا اللي معناه عنده قصيدة جميلة هي أرسم ولدي أغلبية شعره في الجنوب عملوا عليها معارضات صحيح كان فيها وقتها نذكر كان شعر ما هو شعدي ما هو شعدي ما متميز جدا أنا نفسي أستغرب رغم أنه لم يتعلم إطلاقا في المدارس ولكنه أتقن لغات أوروبية وبادر إلى الشعر الشعبي فكان طريفا الشعر الشعبيون للأسف الشديد مرت مرحلة في تونس ونظروا إليهم على أساس وصف الصحراء والتاريخ والحصل على الماضي والغزل فقط والمديح فهمتني ولا ولكنه هو اختار هو اختار أن في مرحلة ما في شعر الهجرة ربما تكون له حصة خاصة شعر الهجرة وصف فيه لا فقط المعاناة بل أسباب المعاناة والتفاوة الاقتصادي والعدل حلم الشعراء دائما وأبدا الارتقاء والعدل واتميزة سنة 75 عندما نشبت الحرب الأهلية اللبنانية ذكر فيها قصيدة وذكر قصيدة في مخيم داود وذكر قصيدة رثاها كثير من الناس الذين لم يرثهم أحد حتى الطفولة وكتب قصيدة جيدة جدا سنة 80 عن وضع الطفل في العالم ماذا بينا تعامل أتعامل في السنة العالمية نعم تفضل أخوية ها تشوفوا شاهد حي على شعر علي الاسود هو حبي تقول محمد بالمسعود انا مربي ايوة انا قطل شنو ورثت على الوالد للأسف شديد لست شاعرا لكنت الشاعري أيوب أخوية الحمد لله شاعر جيد متميز ونحن بصراحة ماذا أقول لك هل يمكن أن نميز بين الشعراء لا يمكن في منطقة دوز ولا يتقبل لي وكثير من المناطق سيد بوزيد والأرياف الساحل تعجب الشعراء الجيدين جدا صحيح ونحب بهذه المناسبة نبعث نداء المهتمين بالشعر الثقافي أن يبحثوا عن العمق لا على الأسماء والإنتاج الترويجي العادي يعني كأغاني العراس عندنا نعم نسأل إن شاء الله يا سيدين ننسحوا في المبادرة هذه بيس محمد أسين ندرم ولكن عزيزة على قلبي كثيرا عم طفل العالم وحلامة يزين أياما يجي خضره وراهه وقداما طفلك يا عالم فرحان إن شاء الله ربي يدوم فرحة إن شاء الله بداية عمر أمان في كل مكان صحة وإسلامة وفلاحة إنت والله قرة العيان شهوة لذهان اللي بتلظلم إنت مصباحة إنت وردة فسط البستان عند الصوان مشهورة يجيها السواحة إنت شهدة في كل لسان إنسوا جان وريحة من الجنة تفاحة إنت تواتي صوت الفنان عند الطربان وتواتي صوت النواحة إذا دخلوا البيت الصبيان حتى الشيطان يجي يجلى يخلي مطرحة يبدى نور المحل الوان في كل أركان يزيدوه سماحة على سماحة ذكرى ربي في القرآن زينة ومحان فتنة بصلاحة وطلاحة غارق طفلك أو نجو النقطة الأساسية هنا غارق طفلك يا إنسان أقصى الغرقان في بحر يكيد السباحة هذما وبابا هفتان شعلوا النيران يعيش قالك ما يشوف الرح والآخر جعان وعريان بايت صقعان عليه باطي ربي بصباحة وثم اللي بمرضى شبعان قاري لأسنان ميثها حياتها ونجاحة في نفس البقعة وزمان الآخر مليان بكرش وزمحها دحداح فطور طفل الشخص الشبعان بلا ظناني عشيمية من المجاحة ترفق شمعية الحيوان بالحيوان ويتناسوا بنادم وجراحة تره وين حق الإنسان خليه يبان ويل فبواق بالراحة إذن القصيدة طويلة أنا شوف كيفش انتقل كان يصور في الطفل وما زي الطفل وقيمة الطفل عند الإنسان عند الإنسانية حتى عند ربي ثم ينتقل إلى النقد متاع الوضع متاع الصغير لدرجة يقول لك معنا جمعية حياتك الرفق بالحيوان معناها القاد الحيوان القاد جمعية معناها ترفق به والإنسان أو الطفل ما قاش كوني رعي ودي معناها شوك الانتقال محليه معناها كان هدف وكان كان هدف وكان وضع الأسبوع على كثير حتى الميزة العنصر الموجود في الكثير صغير البيض عملوه لشان على الشوشان وقاح لما تخلفها وقاح ربي خالق كل ألوان وعاطل الألوان كرامة أما العبد الموذي الخرنان شبه الشيطان ينح فيها بيد المسمامة إذن لماذا هذا التمييز بين الفقير والغني وبين الأبيض والأسود وغير ري ربما من الثقافة متأتي من الثقافة متاعو ثقافة اجتماعية هو قلت مقراش عنده ثقافة اجتماعية كبيرة هو عصامي التكوين وأثر ثقافته كان جريئا جدا وشجاعا أثر ثقافته خاصة في المهجر تلك المعاناة بل إن صحفة هولندية كتبت عن نشاطه النقابي مع المهاجرين في هولندا في السبعينات سبعينات القرن بلاي المعرومة عند قصيدة على بلادي نعم هذه مهمة جدا مناسبة أخرى نذكر التفاصيل وبهذه المناسبة الأليمة التي مرت بها تونس والحمد لله خرجت منها ثانيا لا حضر العمالي الأهابية الأخيرين بإنجردان دمت خمس سيام أبابريا 45 سيام هو ذي يكتبها أنا عام وأسمعته أشي يقول يعني هو الماضي في الحاضر أسمحها كانت مناسبة نظالية مذكورة بلادي صمادة للصادي بلادي رداعة في الميل واللي جاي الشعبي معادي بلادي وفاية في الكيل بلادي لا ينكرها حد بعد انصمدت خمس أيام أني شعبي من جد الجد لا يرضى بالاستسلام فيها وقاعة خميسة سود في حب الموزر للطام فيها زهر عدو نرقد ظهر يبكي دمع عرام فيها زغرد نور الخد بحاذينة ديمة لقدام على شبابي إذن يذكر نساء والشباب وشيوخ فيها زغرد نور الخد على شبابي لاش تنشد بحرطامي موجة للطام على كهولي ما يجاي الحد سبقوا في الثورة بعوام أما الشيوخي والشي بنهد الله واكبر عبت لفام وحدة ما ليهاش اضمد وثورة لتقبل تجيل علمنا رفرف نورة بد وهم في القاعة مسابيل أنا جيلي زلزل لكوان أنا شعبي تحدى الباروت أنا ماني شاعر سلطان بل شاعر جمهور الجود جمهور الكرب به نفخر في كل مكان رغم على الرجعي وحسود أنا ليت طب النيران ودار عدونا راس الرود ووصلة بالصدر العريان ووصلة بذراع الممدود بدي لاخر يبكي غلبان يقول راني أبو المولود وراني في كرشي جعان اسمعني ما عليك شمجحود انسي منينا داخل طربان شاره فارح بالتكتيل انسي منينا يضحك شرهان على روحه يعطيه الويل شو معناه إلي cá gain في صميم الحاذر صميم معناها مش يقولك دي ما دي ما �لك وثما أنه فرق ما بين اللي يقول ولي يكتب اي Finn أيوا يقول ديريكت يكتبو له موش معناه ميكتبش لا يكتبو له شعره يدونو له شعره قبل ما يكتبوه هو هذا اللي يتميز عليه لسود مزلوجي أنه وجهت تحية وجهها سابقا والدي بقصير على لسانه لتوازين أهلنا في بن جردان في جنوب يقول ولد لصل ما يحيدوا على مبداهم تاريخ ما ينساهم توازين ردوه البلي ببلعه من قبل الماضي طيب من سيوفهم حتى النجوم تغيب والبعد لقصته يبدأ قريب سهل خيلهم يرعب جواج عداهم وين يحرشوا في الحرب دي ما يصيب وين يحسدوا تكيد الحلل لحذاهم وين يحضروا في العركة؟ تردبالك منهم ها؟ وين يحضروا في العركة دي ما بنادقهم تخلي البركة هاو شباب اليوم هز التركة عفسوين عفسو جيدين غلاهم هم نهضة المغلوب جلوا دركة ورواية العاطش إذا نداهم هم يفزعوا العياطة لو كان سمعوا الحب كرفو شياطة لي درجوه الراس لا يتواطى ولا يحسبوه العمر لا شقاهم على وطنهم خشاشة الشاماطة وسقاية المرار للي عداهم شوف صلي عني بينا أنا شو شو نحيي أهلنا في كل مكان بطبعة الحال لأنه هو تغنى بأمجاد تونس تغنى بأمجاد شعبه وتألم للعرب في كل مكان نشوفوا الصور نشوفوه 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 هذه أحد الصور وصور كثيرة جدا هذا معك يلقي في الشعر هذا المناسبة كانت في بيت الشعر سنة سبعة و الفيلم سبعة بيت شعر شعر نحكيه مجددا على الزمجة ويظهر لزيزة جنة خالي نتشوفوه على الشعر سي بشير كامالة أ rings قبل حلقتين الثالي المزال أشكر بل سنعود اليوم لأنه يحكي على الواقع على العشنة اللي هو لأخونا وصديقنا خليفة دريدي شي يقول سي خليفة حناي ناس لنا العز في ماضينا حناي من يرد الظلم لا يكسينا حناي ناس لنا عزة حناي من وجفنا لكل وقت الكزة حناي من يهدوا كي تصير الحزة ولنا نرد خل الظل لا يرضينا حناي لنكنوا للعزيز معزة حناي نفرحوا بالضيف كيف يجينا حناي ناس لنا همة وما يناش من هذاك اللي بيع الذمة حناي أصنا شامخ ثبت في القمة مثاليث ما نعيشوا حياة غبينا واللي ينضم جولة عليه تمة ولا نعجله ولا نعرفه تركينا حناي ناس أهل الشامة على أن أتيت في صف العدو للطامة حناي نفرحوا يوم البلي واتحامة حناي نصدموا على الصهد ونوارينا حناي نرجعوا جامتين فوق الجامة واتوحدين الكل فردس فينا حناي ناس أهل معاطي لن نتزوروا لنخدموا زمياطي حناي نطعموا نطمعوا كان في الكريم العاطي وشكواك لغير الله كان غبينا ويقعد الواطي طول عمره واطي ما نعود ما بين العبادر هنا حناي ناس لنعفة ومحال ما نروموا الذليل وصفة حناي صور عالي صعيب مني صفة يرجع يول الذليل راخي عينا حناي نعدل وقت اللي تمحي الكفة ولا نركز ولا إيصر ألمينا حناي جدودنا جدادة وما ثمشي منه يبيع بلادة الله أكبر طالبين شهادة عدوهم يموت بغسطة وغبينا وخزيت على اللي يخدموا قوادة لا عهد لا ميثاق ولا تحصينا خزيت على ملتهم ناس اللي بيعوا في الخفاء ذمتهم قلبوا الدبش وبدلوا هيتهم صبغوا الوجوه ونكتب الزينة وكانك تحب نوضحوا صيرتهم تاريخه مرسوم بين يدينا تحية للشاعر للذيب خليفة دريدي واللي هو أيضا شاعر يكتب الشاعر وكان حضر معنا قبل وقال لي معانتها معظم الحاجات اللي يغنيهم هما من أشعاره معانتها خليفة دريدي كي يكتب يكتب أو ما يكتبش يقول خليفة من أديب يغني ويقول ما يكتبش نهر معانتها نهر من سيب وهذا هدايا معانا نتيجة اللي يبدعه هو معانا محلها كل ما كيتخرش في وقتها صحيح هذين نستعينو بي احنا الأشعار متاعنا تقعد كل أمثال يعني ساعتك تجيك سيتيواشيون متناجم تعبر عليها كان بقصيدة معينة بالضبط قصيدتي أنا نتيجك المحلي اليوم مش بدوية بدوية لأنه كمام نقرح حساب التراث التونسي المحلي أيوة المعاصر فأنت يقولك شبير ديما نكروني شبيركم ديما تجيش بالجنوب والساح أو للريف واحنا الهجتنا متاع تونس أكيد هي تابعة تراثنا تابعة تراثنا عادوش يقول نقول نحبك والله نحبك وما نحب اللي ما يحبك نحبك خضرة نحبك جمرة نحبك شمس وظل نحبك معنا نحبك عبرة وانتي الكل في الكل يعسل يعسل للدنيا يا تولس ما كيفك في الدنيا يعسل الله حليت عيني على حبك حليبي في مهدي صغير وعيت نحبه على دربك وعليك من غير غير شفتك أمي شفتك بابا وما نحمل في سماك ضبابة شفتك مطرة فيها الصابة ووادك بالحب حمل يعسل للدنيا يعسل نقولك ايش باش نقولك وصف غرامك حاير فيه ظلك مش واحد يظلك الناس الكل نتعبر بيه نشوف الجمرة في اسمانا نحسمك نسمى فيهوانا نشمك وردة ريحانة ما تذبل تتحدى الكل يعسل للدنيا يعسل يغورتا أنا عايش فيها لا عليسة وللرومان وانتي أصلك بربارية قبل عقبة وابن النعمان احنا حجرة من حجراتك مش كلي بالجلد دشراتك احنا البك من نبتاتك لنشبع منه لنمل حبك مش كيف حتى حد صباحة عشرية حسب البرنامج في قلبه حبك مش كيف حتى حد حسب البرنامج في قلبه صباحة عشرية نهار حد وبينه وبينه يتبدل حبه انتي تسكن حتى منامي جمرت ليلي وشمس أيامي عقيدة انتي بعد اسلامي بعد الله عز وجل يعسل للدنيا يعسل تونس يالله لتكل احلى متقل على تونس تحية البناد العزيزة يارب ان شاء الله ديما بلادنا في خير وامان وبالحق ديما نحتاجها للقصائد هذه تزلنا المورال وتعطينا انيرجية معتها كوليه هو المورال يجب أن يكون ديما موجود هو ديما موجود اما الانيرجية هي المش موجودة الانيرجية نجيبوها نجيبوها والبرد يخوفناش لحنا التوانسة نحن نخوفناش في امن وامان وخير به سي محمد نرجع معاك تاو اخر من بش نحكيه في اللقاء في الكنويت اليوم بش نحكيه على المهرجين مهرجين دوز اللي بش يكون ان شاء الله قريبا في مارس لتصحيح ليس مهرجين دوز لان هناك اسم قديم جدا هو مهرجين صحرات دولي دوز كانوا يقولوا في الأصباح عادي يقولوا مهرجين دوز وذلك مهرجين عريق جدا نحن بالنسبة إلينا هذا مهرجين جديد في دورته الثانية تمت الدورة الأولى بنجاح دي جا قاعدين نشوفه في الزافيش نعم هذا احد المدعوين الشعر الكبار من مصري نعم إذن هو السبغة أنت هو السبغة إفريقية نعم هو الجمعية تعليل أسود المرزوق العربية الإفريقية نعم وفيه مشاركات إفريقية ممتس وبطبيعة الحال لسنا وحدنا عندنا المنظمون هو جمعيتنا مع وزارة الثقافة ومنذبية الثقافة بلبلة خاصة السعر لحولي ووجهه له التحية ليس مجاملات العهد السابق هذا ولا العهد السابق لا لا لطبيقة اللي يخدم رأونا كل واحد نعطو حق صحيح لا يخدم شعر كبير مونير سنأتي إليه هذا جهده طبعا هو يعتبر نفسه أحد أبناء وهذا صحيح هذا أبناء الشعر المرحوم أيضا تنظمه أيضا معنا شاسمه لدارة الجهوية لشباب والطفولة وزارة شباب والرياضة عفوا أيوة ودار شباب حي بن خلدون في تونس العاصمة مجموعة كبيرة من طلبة الأفارق المقيمين بتونس به برسا هناك ثلاث دول ستشارك صح العاج وكاميرون وغيرها والجزائر مشكورة خاصة مديرية الثقافة تحية لها تحية كل صعب مديرية الثقافة بوادي سوف خاصة تحية ليهم نعم كذلك الجمعية طب وثقافة وفن بالمونستير التي تطوعت فيها 25 طبيب يرافقهم 12 رسام للعلاج لكشف على الناس مجانا في يومين يومين العمل خيرية ويومف الفوار جو تكذفت نعم بطبع ترحال وعند الصناعات التقليدية وعلى فكرة وجهوا التحية للقسم الصناعات التقليدية في الوزارة وأهلنا في جبل ونتظر دعم وزارة السياحة مشكورين هما اللي دارة عام لجوه تبشي وصل الملف لكن لم يصلنا أي أعلام وعندنا مجموعة من الفعاليات التي تصب معظمها في الشباب وصابة في الرصد ينطلق يوم أيام 24 25 26 مارس المقبل المهرجين مفتوح نسلت تحب تمشي لدوز تواكب المهرجين هذي هي مرحباً هي مرحباً هي مرحباً لتشجيع السياحة السحراوية يوفى مهرجين الكسور يبدأ مهرجين أفريقا أيوة الله جاء يجعل أيامنا فراح سي البشير بطبيعة الحال بأنه هو مهرجين فراح فنحن نرحب كل الناس الزائرين سياح التوانسة ليتقلعوا على مادة ثيرية لأنه ثبت بصراحة الحمد لله التوانسة يحب يتورد يتعلم يحب يتعرف ما يرجع عشر وديما نقول هين الجنوب كتبشي الجنوب ثمنكها خاصة فما حاجة إحساس آخر لأنه وقت لندخل الجنوب وكأني خرجت من تونس لحقيقة أمان فكل المنطقة في الجنوب عند خصوصيتها وكناس طيبين اللي موجودين غادي كنزلت الأصالة من زل التورات ونحن على مبادئنا ونرحب بالناس خاصة أن الفقرات خاصة نشاهد من الكاف يا محمد عندنا فقرة مهمة جدا أسسناها في السنة الفارطة وهي الشعر النسائي وعندنا أسماء كبيرة جدا من بين الأسماء على العقل أذكر حنال الوهايبي حليمة بوعلاك يسر بجاوي هند حسين ومن دول العربية أخرى مختلفة سيتم تحديدنا يسألا يكون الحضور نزح فقرة الشعرية بالنسبة للشعر الشعبي مهمة جدا لأنه في أسماء كبرى بشير عبد العظيم أيوب لسود هالحظب والغزال الكثير إخوتنا لكلهم وكذلك الشعر العربي المعروف كنا نشوفوا فيه على الشيسة هشام الجخ أيوا والإخوة العمانيين أيوا تسألوا حاضرين أيضا البريكي ومطر الأخوة من الجزائر علي حارزالله من ليبيا الشعر الكبير معاوية السويعي ومحمد دالي الدونجلي من تونس كما ذكرت البشير عبد العظيم وصح بشعير فمشي موقع يكون موجود عليه البرنامج صفحة نحن نحن بدين جدد عندنا صفحة في الفيسبوك وهي أكثر للناس تعمل بها اسمها مهرجان الفرح الأفريقي فهي البرنامج فهي صور رحب متنوعة وجميلة إن شاء الله على عين المكان يجوا الناس يشوفوا المهرجين وفعالياتهم أخونا حاتم الغرياني وعدنا تحية زمينا حاتم في الإذاعة وعدنا كذوق 24 ويجيبنا دراش معناها من غادي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يسيد اللم المتيرب كنا نتعاول بنتبع عظم نحن نبحثوا أكثر إن شاء الله راجعين بقوة إن شاء الله إن شاء الله بقوة الحمد لله نحن بقوة وحبيتنا اعتذر بالله على لسان اللي عتاب نعتذرولو ونقولوا وايكا عمران اكتب وخلي غيرك يقول مش مشكلة مش مشكلة يا سيد الحمد لله نحن لا نعتمدوش في هذه الطرق كي دي ما نسمي الناس بأسماء وكل إنسان عنده حق يأخذوا معنا في قناتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيمو حمد المسعود مرة أخرى مرحبا بيك إذن نتعاول الاستضافة أخرى مش نحكيو فيه على الأكلة الشعبية التونسية شنو صد اللي عنده في تونس وشنو اللي زيفين مو اللي قاعدين يتقاموا بعد شواء نستقبل ومبعاظنا مدام لاتيفة خيري رئيسة جمعية نقهة بلادي أهلا وسهلا مرحبا بيك عسلامة ندي شو حوالك لابس حمد لله أنت تبركى لها مش هول مرة تحذر معنا برشة مرات حذرت معنا أكيد ندي وكان لي دي مشارف في المشاركة في حستك النجحة يعيشك والرائعة خطر أعطيتني صدايا كبير في الجهات اللي تعملنا فيهم في عام 2015 حمد لله وإن شاء الله في المهرجة المغاربة اللي بكسكتي زيدة حستك تكون ترفقنا وتواكب بالأحداث إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يكوننا مشروع كبير مبعدنا خطر بالحق لطيفة نحييك على المجهود اللي قاعدت تعمل فيه خاطر نعرفه مش بالساهل معنات إن واحد يدخل الجهات إنه ينبش في الجهات يجبط شنور يثمه من تراث ومن موروث للأكلة الشعبية التونسية اللي هي غنية في الأصل أكيد ندي وكنا شوفنا في برشة مراحل من العمل اللي عرضناها مع بعضنا إنه فما ثراء كبير فما مخزون معناها عميق من الأكلات التونسية في مختلف الجهات نحن نلاحظ كل مرة نختاره موضوع خطر كيف بدأت جماعية نكهة بلادي ما كانش الموضوع هذي متع تراث الأكلة ما تروح على الشغلسين ما كانش حاجة معناها التونسي ممكن يمشي يعمل عليها تظاهرة خاصة بها كان عنصر مكمل في تظاهرات أخرى سيح ديما أنا لخال الكسكسي حاذر وإلا الخبز العربي أنت يعني حاذر وإلا ما كانش محور بحث ولا وقتي ولا محور بحث فما حاجة خليتنا تجيبها معناها نتواصلوا مع الناس أكثر هي أكلي أنت تعمل تظاهرة لانبيونس ونبساء وقت تجي أنت تعمل تمشي الولاية وتقول إينا باش نعمل بحث تاخذ برشا وقته وتتعب ياسر معناها من لول كنت كيف قررنا حكاية البحث خفت من الوقت قلت زمني عشرين سنين باش نوصل نعمل باش نوصل نفهم معنات بالحق لكن بعد وقت وليت فما تظاهرات ولا فما جو المعلومة تجي وحدها ولا ولا تلعب تجي تلقائيا ولا ت معناها الحكاية تأخذ أقل وقت وأقل جهد وهذهك حاجة حاولتنا في الجهات التي تنسية مقدش يفرحوك تهتم بالتراث والموروثة المسلحة نحن كتلفز نخرج ونحب ونخدم على تراث الجهات وإن شاء الله تكون لحاجة عن نمط هذي إن شاء الله قريبا يا ربي تشوفني نس كل تتعاون نس كل تفرح نس كل تحاول تعطيك المعلومة أكيد ندي راه بعد ما غمشيت توا ثمانتاش نقوله تسعتاش توا وصلنا ولاية في تونس العباد راه صوتهم مش قاعد يوسر بينكم من فوق في جميع المجالات أنا مش بش نحكي على المجالات الأخرى بش نحكي على المجالة اللي يهمني اليوم أنا مثلا كيف نمشي عام 2013 نخدم البركوك سبع الحمية انت عقافسة ويتعرف ويتشهر مش على مستوي تونس بركة ألوكو أنا في مارس 2013 كيف خرجت نحكي عليه كايني نحكي معنا كايني نعمل في طليعة في التلفزة اتكلمت وعتيت الوصف انت على البلال عباد تصلت تجي وبعلا يسخيلوها طليعة تونسي ما يعرف الأكلة هذية اليوم نتندر عن الموضوع لكن هذي كحالة تونسي ما يعرفش جاروش عندو ما يعرفش خوة في الولاية الأخرى ش عندو شنية موروثو شنية دونك احنا معناها حاجة أخرى زيدة في سليانا وقت لعملنا الشخشوخة عام 2013 زيدة انا حت ابعث كي كومينيكي دو بخي ستصل بي موضيع وانا نحكيلو في الأخبار بش يعديني في الأخبار نحكيلو عالشخشوخة والتظاهر وفي سيدي برويس وانا نقص وانا نسجل لك راك تغلط راهي شخشوخة مش شخشوخة وانا نقول لي راهي شخشوخة أكل في وليت سليانا وانا شرحلو راهي أباس دوبان وكذا وتسير وهكا وهكا وهي قول يعاود يقص وانا نسجل وانا نسجل احنا اليوم نحكيو فيها كان تندر لكن هي واقعة وموجودة احنا التوينسة ما نعرفوش رويحنا غيالما دونك اللي معنيها انا جيت عملت لحكي معنيها با انا بيدي ما كنتش نعرف راهو اكيد عرفت في وليا عرفت في التخنية عرفت لكن وينها نعرف نلقى معنيها فما طراء كبير فما مخزون كبير وخاصة فما تجاوب ملعبات كما ريتوا البارح في تطوين التجاوب متع دويرات التطوين ايه با هو المهرجين عريق مهرجين القصور مهرجين دولي لقصور الصحراوية بتطوين مهرجين دورتوا سبعة وثلاثين اتوجهت لي الدعوة يعني عشرة ايام قبل المهرجين باش نشارك في التذارق بصيفت في المهرجين المغاربي للكوسكسي من ثلاثة إلى خمسة مارس في الكابان كانت تطوين ضيف الشرف قبلت الدعوة يعني بكل تسرع لكن من دمت على قبول الدعوة لقي مشيت غاديك كيف كانت الأزواج كيف عملتوا بالضبط مشيت غاديك وحذرت ولقيت اللي هو فما تجيب انا عملت ثلاثة تدهرات في التطوين دي جاء عديد تطوين عديد من المرات معك انت في حسد 24 وكانت تفكر الأوكليت المتميزة من تطوين دونكي لاشي فيه توجهت لي الدعوة مشيت على عين المكان لقيت رحاب كبير منه إدارة المهرجين وخاصة سيد ذوي موسى مدير المهرجين تحية لي تحية لي شوفوا المشهود على المجهود العظيمة اللي تبذل في المهرجين الأهالي بالتبيعة جمعية نكهة بلادي في الولايات الكل محبوبة حمد الله هذي كنا قلت هيلك مرة يا ندارة يا ندارة وحب الناس وليم خالينا نواصلوا ومش حاجة أخرى صحيح؟ كيف حنا في الطالب زي بالضبط؟ دونك صارت أجوية حلوة الدولات مش هو كن الهدف معنا؟ شنو أعملت بالضبط؟ شنو حابين تواصله للناس؟ هي جورنيه حبينا نقوله راهي أول حاجة المهرجين المغاربي للكوسكسي حب يعمل ايدنتيتي كوليناير للمغرب بدت الحكاية يعني المشاركات ما كنش تنسيها فقط؟ أكيد المشاركات في المهرجين كانت المسابقة مغاربية. مغاربية. المهرجين متد على ثلاثة أيام. ثلاثة إلى خمسة مارس 2016 في نيبل. عملنا الجرنية الأولى. فيها حس التذوق خاصة بالإعلام. لتعرف بتراث نيبل فقط من الكوسكسي. اخترنا خمسة وصفات مختلفة. اختلاف جذري وكل. هذا ثلاثة وخمسة مارس. نهار ثلاثة كانت خاصة بالكابون. نهار أربعة كانت ستة ولايات حاضرين معنا. بأنواع كوسكسي مختلف. وكانت تطوين ضيف الشرف. ما معنى ضيف الشرف في تظاهرة الكوسكسي. هم تطوين بخلافة أنهم مشاركوا في المسابقة. عملوا لنا حس التذوق بكوسكسي بالمثلات. هو التي في الاختلاف هذه تكون شوفوه في أطباق الكوسكسي. هو مش الكوسكسي لأجل الكوسكسي ولا لأجل الأكل. لكن البحث وراء هو البحث عن الخصوصيات لتعاقبت على الجهة هذيكا. شنو اللي جيب الأكلة هذيكا بالخصوصية والبسمة هذيكا للجهة معنتها؟ هو مش ندرك في حاجة ندي. شعار المهرجين كانت قال في حستك أذو 24 في السابق. هو حليق الروس لباس البرنوس وكال الكوسكوس. نحن اليوم الكوسكسي يتجاوز أنه مجرد أكلة بالنسبة لنا من وجهة نظر جمعية نوكة بلادي. الكوسكسي هو هوية مغاربية. وقلنا علش من نحلوش الدباع على هالهوية هذي. الخاطر للي ما يعرفوش كوموسكس باس البره. راهو الكوسكسي في العالم. الناس تسخيلوا أكلة إيطالية. أيوا. إيطالية من النين مغارس. نحن نقول هالك أنت تستغرب. لكن كتمشي أنت تخرج من تونس. وتبعد على البلدين اللي تعرف تونس. البلدين اللي يعرفوا تونس. مثلا إيطاليا يعرفوا لي الكوسكسي تونسي. تونسي مغاربي. فرنسا كيف كيف. ولو فرنسا ساعات تقول الكوسكسي. معنى ساعات في بعض الكتب الفرنسية تلقاها فرنسي. مكتوب معنى. لا يخذوا واحتلاله. لا يشترا جدت بأن 선생 Yahia. أكيد فرنسا أعتبر. أنا لا تقول الشيطة. على فعلنا sur si tu saisa. إعتقل records with Spanish. كيفية كانت الحجان. كما برج часть Rest lên tesi. معنى هكذا مكان cues أمر في أعمق فى جذورنا. لا تزارك. الكوسكسي زي jumbo. راه هويتنا وأحنا كنت لنا تجربة نهار عشرة في بيريس عملنا أنكسكوس ديباء أباري عملنا ديباء معناها على الكوسكسي وعلى هويت الكوسكسي وبالحق معناها في فرنسا كنتوا ناسوا الفيلو ديباء الناس معناها فمشكون جاي حاضر إنه الكوسكسي أكلت طليل نيا لكن أحنا ناخذينها أيوة صحيحة المعلومات المهم هو تصحيح المعلومات راهو مش بالسهل خاطر إيطاليا دولة تخدم يسر كما فرنسا وكما المغرب وكما برشا دول أخرين إيطاليا عندها المهرجين الوحيدة على الكوسكسي مهرجين عالمي للكوسكسي في دورة 18 سنة بالنسبة لي متعنى معناها إذا كانت تجي تقول أمر الكوسكسي ليلا هو كونسي ليه مش متعنى هما يخدموا في المهرجين حاجة يعني معناها عارفين أنا عشت في إيطاليا ومشيت للمهرجين هذكا ونعرف معناها الإيطاليين كيفاش في مخاخهم خاصة على الميك الكوسكسي سيسيليانو وسيسيليا يعتبروها مش متع إيطاليا بوديا لامبيونسون إيطاليا كل التفرقة الجهوية وكل شيء لنك يقول لك الميك لنتع العرب الكوسكسي تبع على ريف مش كان الريف سيسيليا بالنسبة لهم عربية مهيش إيطاليا ولا مش إيطاليا دي جاي يقول لك من روما واهب تلوطة سيع عرب يعني يمشي بروحو هكا في هذي يتفادليك الطلين الطلين في الشمال خاطرين كنت نعيش في الشمال في التسكان وكانوا يفادلك ويقولوا من روما واهب تلوطة لوح أيوة دونك تجي أنت تلقى أهم مهرجين للكوسكسي في العالم إيطالي والطلين يعترفوا إنه مش لغبات خموان جيبوه العرب دخلوه السيقلية في الحوال معني هسي تاريخ عليش نقول لك التاريخ والجغرافيا تربطهم ببعضهم تلقى للحول تلقى كل حاجة تلقى لها الكثير متاحة ولا سينيفيكاتيف أحنا المرة الأخرى حكينا ندي وقدنا راهو مش بالسهل اليوم اللي نخدمه فيه كجمعية على خاطر لم يقع التوثيق كتابيا للتراث الأوكليت صحيح اليوم في تونس ما عناش أوكليت جهوية ما عناش عنا 24 ملايات عنا 3 أو 4 ملايات النجم نمشي معاك حتى الخمسة أخيرا نلقيت كتاب فيه أوكليت تراثة القيراوي أخيرا بعد البساج معاك تحمست وقلت لازمني نعمل حاجة على القيراوي ليهلي حمسنيك يا ريلا ولقيت ديت خاس لكن ما فاميش فما حاجات ما فاميش تراث عليها كتابيا شنية التراث فين تلقاها عند الناس باش تمشي انتي للناس في الجبال وحتى طوكي تمشي مثلا مش نعطيك ايكزون باش تمشي لتطوين باش تسكن في وطيل باش تاكل في رستوران نجم نقول لك تسعة وتسعين في المية سعيد باش تلقى الأوكليت اللي نحكي عليهم واضح يلزمك تمشي للناس اللي الكبار في العمر اللي مزاله خاص بي ولكن اليوم أنا التطوين من الولايات اللي خدمت عليها من 2013 خدمت عليها 2013-2014 و2016 كيف رجعت السنة عندي مفاجئات شنية المفاجئات اللي حصلت لي أنا مفاجئات إيجابية بالتبع إنه في تطوين اللي جان وليوا إيجابية على التراث الأوكلي وليوا يمشيوا للجدات وليوا فهموا اللي شافوا البنات اللي تعديوا قبل كيفاش نجحوا تشاروا وليوا يخدموا وليوا تجيوا من الناس على الأوكلي وكل شي وليات البنات تمشيها تقول لك أنا جدتي موجودة نجم نسألها ونجم نستثمر الفكرة معناتها وليوا فهموا اللي قاعدين يتقوموا في الطبخ تقول لك أنا لكان هذا ممكن إذا يعطيني إضافة خاطر غاديكة زيدة المناخ يسمح لهم أكثر يعني كل شي مزل طلقة التراس أوتنتيك الأسالة مزلت موجودة تمشي في الدويرات طلقة روحك كيينك 3000 سنة ولا رب علي فولا خل ما نعرفش قاديش من الف سنة نعرفها جويلات تمشي تلا تعيش غاديكة كيينك معناها بالأوكلة بالطريقة باللباس مناخ مختلف كيما ترى البربوشي اللي لابست وينة في الصورة تطوينية معناها ترى معناها الأسالة مزلت ألا بوختي دولماء دونك العبيد تولي تتحمس أكثر تمشي أكثر تقول لك أنا أخويا هذا هذا شي جي سمن تغيز خليني نخدم عليه يفتح لي أبواب أبواب العمل عفو أبواب هو حتى الشهر اليو خاطر اللي يتعديوا باو مش ينا نشرهم خاطر أنا بدي معناها مخصة وقتي للمهرجين لديها فرصة باش نشكلك برشة خاطرك عديتني برشة ولايات وكلهم أخذوا يعني إنوت بوزيتيف على البساج معنا دي الحمد لله دونك هذك الكل يخلي العباد تتحمس أكثر يخليهم يسعوا أكثر باش يتميزوا باش يخدموا حاجة أصيلة وطنسية وطنسية خاصة للأخر كله لم تونس نحكي ونختمو بالإفنمان عندك إفنمان زادا بيان تونس شعلا بشيسين بخي تونس مجو بعيد على تونس زادا في بيجة المرة هذي أحنا الفائز معنا الفائز معنا سيواليد الماتوسي الفائز في المسابقة المغاربية على تونس مغرب وجزيرة هذا نحكيه في نابل في نابل توجوخ أحنا الاتفاق مطاعنا معاه كان أنه بخلاف الميدالية الذهبية يفرح بيها برشا سيواليد قد نيلولاه فمه حاجة أخرى أحنا اللي يربح معنا نعمل له تظاهرة خاصة في الولايات تختار الدات مطاعك هو أقال كان نحب نهار 31 مارس هو هذي أسير بيجة أسير ولاية بيجة هو كان قدم نهار لوليني مع ستة متباريات من جمهورية التونسية من مختلف الولايات نجح هو وصيدة زينب على تونس تعديهم من غدوة نهار 5 مارس في المسابقة المغاربية باسم تونس بزوز أوكلات واحدة من جندوبة وهو من بيجة وزوز أوكلات من الجزائر وأوكلة واحدة من المغرب خمسة متباريات متبارين خاطر دخل هو ولاية ولينا نقوله متبارين نهاردة لوليني تميز بالبرزقين نهاردة ثاني عاود نفس الوصفة وتميز بيها ونجح بيها يعني هو اللي يخذي الميدالية وإن شاء الله تظهر نهار 31 بيش يكونوا إن شاء الله في بيجة لتعريف التونس وخاصة أحباء جمعية نقعة بلادي بأوكلة البرزقين البرزقين بالبي 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 إن شاء الله ما عدنا معكم نهار 31 نكونوا حذين في التظاهر هذه نقدموها ونرصد الأجواء للمشاهدين إن شاء الله نتمنى تكونوا تعرف الأوكلة هذه تعرف مجهود جمعية نقعة بلادي عيشك ندي ونستنيوكم إن شاء الله لتخونة أيام عند سيواليد الماتوسية إن شاء الله بإذن الله شكرا لك لاتفايع تكسحة على الحضور معنا وأكيد نوايكم وصلين إن شاء الله دي مع المشوار ونحاول نقدمه أكثر ما يمكن من الأوكلة التونسية التراثية دائما على العهد كما اتفقنا ندي وإن شاء الله راوكم معنا لتخونة أيام سيوالي إن شاء الله شكرا لك لاتفايع تكسحة إذن نتعديو للأغناء نتعديو للأجواء التراثية بعد شوية نتعديو للفن الشعبي الفرد التراثي كما قلنا لكم في حصتنا دي بيكون موجود معنا في ذوق 24 اليوم نستضيف سي لمجد صالح فنين شعبي رفقة الفرقة متاعه أهلا وسهلا ومرحبا بيك عيش اختنا دا يا حسنا الحمد لله عيش اختين هاي يعطينا فكرة صغيرة على سيفين تاك خلينا نعرفوك والله هي الأخت دا أنا مغروم الصغرى معانتها مغروم بالفن الشعبي ونغني وماخرها على الوالد اي بالورثة معانتها معانتها ما يخدم الوالد ونمشي نصر معاه ومشيه ومعانتها نصر بل معانتها احنا أولاد عيار في مكثر تحية ليه فمي اي تعيش دا تحية للبلادي وتحية للولاد البلادي معانا تحية للتونس كاملة تونس كاملة على البعشين الولايات الشعب التونسي كل نخدم في العروسات توا والحمد لله وتعاملت مع كما قلت لك الأخت هيلة الركبي عندها وقت ليه كانت اسماعي منوعة المنوعة متعهيلة اي الولايات وقتها اي اي ومع الاخت ايناس العامري اي زميلتنا ايناس تحية ليه ومع الاخت كريمة يعني كان عندك بشة ظهور اعلامي اي طوا في قناة حنبع الكريمة كانت في شمس افهم اي طوا زي دا ما زيلت الحمد لله رباس بيه برشة مدام قاعد تظهر اعلاميا خاطر نعرفوا اللي الانسان اللي تتعدد مع انتا ظهرات متاعه الاعلامية راهو فنان قاعد بالحق يعطي وفنان عنده صوت اللي غايب عليك انك ما عندكش انتاج يعني مسجل والا المشكلة اللي كانوا فماش دعم فماش تجيع دعم مادية بيش لاجب تطرش والا تقول انشي الشركة بيش تصب يقولك هو يصب على حسابك ماندي مليون ولا مليون نص ولا بيش بستسجل ولا تخلص مع انتا نيس فرقة جيب معاك وميس تصب معاك صحيح فيها مسروف في ظروف مادية انسان معانتا ما تسمحلوش بجي ما تسمحلوش والا ان شاء الله ان شاء الله يدعموا الفن شعبي ان شاء الله وزارة الثقافة ايضا تتلفت للفنانين الشعبين اللي يستحقوا بطبيعة انو اصواتهم تخرج على الملأ خلينا ساعما نحكي وش برشا لمجد ملون نسمعو العبيدة حويجة بش على قل حتى كي نحكيو نحكيو واحنا على باز صحيحة بغضل به تحية للوليد ساع الفرقة اللي حاضرين معاك اللي بش عالوا معنا جو ان شاء الله اليوم الاخ رشيد عازف على الزكرة مرحبا والاخ حمدة عازف على الطابلة والاخ غلام دربوكا والاخ زهير بندير ايوا اخونا والاخ رشيد لورك هذك تحية خاصة الخوية رشيد اهلا سهلا ومرحبا بكم خلينا شنو بش نسمعنا ملول بش نسمعك ما ننساك اهي يا طفلة ما ننساك ما ننسا لعبك وهواك الله يلا نبدأ واي اهلا 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 تخلف كانت دم مقلت حاف عليها بزربة زول والفي ختمت ما ولت مخي بنار الفرقة خزرت لها بعيوني ذلت كني كوتني بحربة عشان المابح ذيها مقلت مروت نيش بشربة والمحب اللونة ما تخلت لامن فيها عربة أحمر وبيض وصفر لونة مارك في تبديل خدوت هابو قرعونا نفتح مارك للتسبيل ايوه ايوه يوم ما ننسيك دليل يوم ما ننسيك يا طفلة يوم ما ننسيك يوم ما ننسيك لعبانك وهويك دليل ايوه 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 اشتركوا في القناة 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 ايو 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 يا ريه كارية ويسره لو لها كحشيش الكهف الله م recognي أيهانه 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 يوماني خلق، يا آه يا آخ lamaاني يبسطوا لنا، يبسطوا لهم من كلها ها 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 اي ويويويويويويو أهلا أهلا ها يهلا ها ها واحا 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 اشتركوا في القناة 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 بالمنتوج بتاعي اللي هو التقليدي أمام متطور ويمشي مع العصر ومع متطلبات اللبنات التوينسة ونحن نعملو حاجات معنتها متاع اللبنات متديني خاطر طواء فما زيدا اللي ما يلقاوش لباس المحجبات يعطيك الصحة يلقاو اللبسة اللي يتوالمهم ونخدمو زيدا متاع للجان اللي طوازد يحبوه التقليدي أم يحبوه متطور مع هالخفيف معاصر لحقيقة أنا مدام بسمة جيت غاديكا بحثيك معنتها وأظهلت كنت مذهولة بالحاجات والإبداعات اللي عندك تبركلها شواء كبير موجود نحب نذكر اللي أنا لابسة من عندك يعني أكسيسوارات وملابس هذوما إبداعات مدام بسمة شوفنيك تخدم على حاجات مزيينة حاجات بالحق فما حاجات يمكن أنا تويكت عمقت شوية في اللبسة التقليدية بحكم البرنامج هذيه شوفت عندك حاجات مختلفة ما شوفتم عند حتى حد شنوها الباز انت على خدمة متاعك يعني مين تستوحيها من التريزة التونسية 100% ثم حاجات جبتهم من ثقافات أخرى وإلا كله تونسي أنا مخلط هو كيدي تشوف أما لكثر لكثر هو نمشي لديمة باش نحب نطور متاع منتوج البلاد بتاعي ونعم كيما مثال اللبسة متاعك التقليدية السنتور هذيك اللحزام متاحة مثل معنتها هذيك تقليدي بتاعنا متاع المادية مخدوم وصمم وحطيته أنا في اللحزام في الحزام هذي استوحيته أنت يعني وعملته على اللبسة هذيه والفاسان شنو هذيه شنو جبه تونسيه الفاسان هذيه هي جبه تونسيه أما متطورة معنتها عليش خاطر الناس محبوش توا جبه تونسيه هي مصيبة أيوا الناس محبوش يقول لك حاجة تسمني حاجة ما تجيش معايا ملولبة لاكثر الناس تحب حاجة اللي تلول بهم وتبدأ حتى كي تبدأ تدور بيها ولا حاجة متبدأش تكركر ولا تقلق قلص روحة خفيفة ومتطلقش تبدأ فونكسيونيل وتساعدك دونك هذيك المظمة هي السنتور هي اللي تقبس وتجيب تخرج اللبن معنتها يبدأ مستور وبيت وممتون معنتها مدير متطور هذي لابسي أنا مزلوا معانا إبداعات أخرى خلينا نستقبلوا المنكان اللي حاضرة معانا اليوم رح بديك للا تفضل بشو نشوفوا أيضا إبداع آخر هذي مئة بالمئة في عصري لكن لمس التقليدي ما غابتش عليه لو كان تحكينا عليه مدام بس نحن قاعد نشوف في المنكان هذي بتكون معنتها عندك زيدا كيف كيف هذي السنتور بتاعه بالنحاس بتاعنا اللي توا خارج برشا يخدموا به معنتها وفيه الخمسة بزيدا كيف كيف وهو سوري وممتون معنتها عربي فيه هاك العقل متاعنا اللي نعملوا العربي ايه العربي متاعنا فيه السنتور قتلك كيما قتلك المختولي وعندك في البورسويت ليدين محتوتين كيما أصورتي معنتا خارجين على السنتور كيما تشوف هذو ما ليدين نشوفوه ليدين معمولين بالاذك التقليدي وفيهم الجور وفيهم الخمسة وفيهم النحاس متاعنا نجم دور يدك بالكداي هكا شوية نشوفوها دي جا على الشاشة دور يدك لا ايه دي جا عندك الشاشة متاعنا نجم تقص عليها الليماش متاعك ولا هذو ما يكون واضحين بالكداي والنحاس بتبيع لي هو حاجة معدن تقليدي أما عملتوا هنا في الدنطيل بش يكون الابتكار يخرج يكون خفيف ويهز السهرية بش يكون أكثر شوفوا البرنوس بالكابيوش كما مستنسين ببرنوسنا لكن بحلة أخرى عصرية بحلة عصرية وهذا ذيك قصير بش أصورتي يجي على الروب يظهر لي هذا في سواغي أزين برشام الروب تكون مستوحات من عرش إنها تصميم إيطالية ولا غيرها الحاجة تنسيت نجم أن تخليك متميزة وعندك بس ما خاصة تستهرى وزيد معناتها تلقى يشكون يخدم عليها تلقى متاع لنحاس وخدموا كل واحد بش نشجعوا الحراف في متاعنا ومتاع بلادنا منتوجنا ونعاونوا خاطر ماذا بينا أحنا طوى كما في بلدين أخرين يسر تطوروا اللباس التقليدي بتاعهم أحنا كيف كيف يلزمنا نواكبوا العصر بش دي ما يتلبس ودي ما يخرش سريح هو يعني نس كل تنجم تتعاون وتنجم تخدم على رواحة فكرة مع فكرة كل واحد ينفق مع أنتها جزء من القطعة وهكا نس كل خدمة وعتتنا قطعة تنسية مزينا به نستقبلوا المنكان الثانية نشوفوا يعني ياتيك صحة خلينا نشوفوا زده هذي قفتان آخر هذي زده روعة هذي بالمبر نجم نعطي رأي كمار أرى هو بالمبر كيف كيف روبا بيستي والفقاني هذيك عندك مودينا الحصارة متاعنا العربي ونلقاوا الكراعات متاع لبستنا العربي الكراعات هذو ما شمية هما الكراعات هما هذو ما الكتافيات الصغار هذو كم تسميهوا الكراعات متاع اللبسة التقليدية وحصارة متاعنا الحصارة العربي متاعنا أما في لباس متطور شوية فهمت زدناها أحنا الموسلين ليدين بيش تبدأ حاجة معنطها هذكم الموسلين ليدين تبدأ حاجة مش عريين برشا وفي نفس الوقت مضخم معنطها ومضخم شوفوها بالفونت يعني في هكا الشقة هذيك حاجة حدوها برشا وروب قصيرة تنجم معنطها ناريخ تلحل فوقاني تلبس الروب ببرك تنجم تلبسها وتكون أخف هذي البنت حتى عشرين سنين تصور واحدة عشرين واثنين وعشرين كمعمر البنوتة اللي معنا تنجم تلبس يعني ما عنده مشكلة بتبعه طوى وليه ويعملوا صهريات مثل في الوطيات ولا في حاجة ناس تعمل صهرية باللباس التقليدي بتوى خارج وبرشا يجيوا لجهر ماذا بيهم معنطها يلقاه حاجة اللي بشيس حيحضروا بيها فطل في النهار الخاص في الحنة منطع العروسة لأكثر اللي بنات السباية وليجان وكل يلبسوا حاجة كما هكذا هي أومن تنجم تبريد انقطعت ولتنس كل تميل للمضيغ لكن طوى وفم عودة قوية لللباس التقليدي طوى ورجعوا برشا برشا ويحبوا هذا على اللي باس خاطر هذه الحاجة تنجم تخبيها تشبدأ ديما قارج ديما بيها ساعات العصري يسر موضى وتتعدى أما هذا ديما طوى خارج معنتها أنا جابولي معنتها كليونيت بتاع أمهم وبدلنا عليهم شوية ولبسوهم بلباس تقليدي بتاع أمها ومتاع مماتها وعملت لهم تغيير ولا عملت لهم تغيير وريقلت لهم وهي الأصلية متاع مماتها تلقاهم وليت عصرية دي يعطيك الصحة بعد شوية أيضا مشي دخلنا لباس آخر خليني نرجع معاك عملت شي عروض أزياء في تونس شنو الأجوية عندت في عروض الأزياء في عروض الأزياء عملت عرض أزياء في سربيا في معنتها في عشرين مارس كيما الوقت هذا معنتها الفين وخمستاش في الفين وخمستاش في عشرين مارس مناسب تعيد وكان وزارة السياحة بش قدمنا معنتها وعملنا دافيلة والناس كانت منبهرة اللي قالوا كيفاش تونسا هذي من الأزياء اللي تعرضت في سربيا المنكانات تونسا هذو ملأ سيغ بلكل هم دي سيغ هذي بارشنا كنشوف المرأة السيغ هذي عملتوا في بخصو في في الدار السفير هذو من سيه السفراء حاضرين وهذي كزيدة كيف كيف وصنو كنت القصدي أعجبوا باللبستونسا ياسر أعجبوا قالوا عمرنا ما كنا نسخايلو اللي لباسكم معنتها هو تقليدي هذي فيه سيدي بوسعيد عملت ديفيلة في دار عربي هذو ملأبسين معنتها هذي في رجع بنا السربيا هذي سربيا هذي سيرب معنتها هذي كفي سربيا قد تقبر شناس ثم حتى اللي عملوا حجزوا بش يجيوا معنتها لتونس على أساس معنتها تربون وعجبهم هذي وعملوا معنتها دي كوماند اللي يحبوا معنتها قالوا منا نجيوا معنتها نشوفوا في البلد ومنا نخدوا ومنا نخدوا أزياء تقليدي هذي أزياء تقليدي هذي أزياء تقليدي هذي أزياء تقليدي عجبهم عليش على خاطر حاجة خفيفة ولي معنتها تساعدهم هم بيدهم يسخايلو لبستنا كل ثقيلة ولا تقلق ومهيش ومعنتها بالإبداعات به هيت قبل ما ترجعنا للمكان وجينا لبسة أخرى بحكي شوية على اللباس اللي موجود معنا هذو ما في المكان أغتيفيسيال عندك اللبسة هذي كمتكونة زادة من ثلاثة قطع عندك الجوب بالباسك كيف كيف دخلت عليه الدنتين وتلقى الحصارة متاعنا والكرعات خارجين ديريكت من الكتف فهمتني وتحته البستي هذي تتلبس هذا في حنة صهرية عربي تقليدية ومتنجم اللي تلبسها تنجم تتحرك بين العباد معناتها تبدأ خفيفة تبدأ حاجة خفيفة يعني صحة حتى تتريزة هذيك يعني مهيش رزينا وهذيك تتريزة بالكنتيل متاعنا رجعنا يصل الكنتيل طوى رجعوا لبرجة ومطلوب الكنتيل على خاطر حتى مايموتش حتى كان يختفي بعد يرجع دي ما خارجه ودي ما عنده رونق متاعه ويعطي الاصالة متاعنا حاجة حلوة برشة مبه نشوفوا أيضا لباس آخر موجود مغير ما تتلافت تتنجم تحكي دي جا تنجم تشوف بتالفزا الموجودة في استوديو هذيك هذي لباس آخر كيف كيف زيدا متكون من ثلاثة قطاع جوب قسيرة عملتها هذيك قنيشنا احنا العربي متاعنا المنسوش جي في زوز الوين والفقاني بش ما يتبدأش المراه تبدأ عرينا برشة ساقية عملت هو معنى بشي عتي شوية يبدأ جون وممتان معنى فوقو كجوب موسلي تعتي معنى ثخالة أخرى ومدخمة وكل شي وادوكم عندك اللي پمپون البمپون هبتين متاعنا العربي كيف كيف هذيكم لعقل الوين متاعها متنسقة ونشوفوا حتى الوين هي الوين ملي حبوها اللي جون طوامع الغاز وإلى البلو يعطيك الصحة الوين متاع ناس جون وكلوريت لجا جين الاربيع طوي كهذي لاشي معنى بالقدام عندها ها هو فصل الوين فصل الوين بزلتنا لبسة الأخرى لبسة الأخرى كيف متكونة من جوب وعندك دخلت فيها الدنتيل والفلور وزدت ها التريزة التريزة وإصل الليباس هذي مين مستوحة معنى كنشوفوها هذي مستوحة هو لباسنا التبديلة بتاعنا العربي تبديلة العربي تجينا باش تبديلة تكون فيها جوب تجيب الباسك كي ما تجيب تبديلتنا العربي تبقى تبديلتنا العربي لولانية عرينا برشا معنى النساء طوى معاش يحبوا العريا ياسر حتى وكان معنى تلقاها ماهيش متحجبة متقولك ما نحبش ياسر عريا ساعة تكي في سهرية عائلية والكل هذا هو لبسة مستورة عملتها معنى اللوطاني ما كان معنى عريان ياسر فيها جوب كلها مطروزة بالجور وعندك العراف كيف كيف بالقنطيل العراف الجوه اللي موجودين في الحزين العراف اللي موجودين في الحزين بتاع الجوب هاي الباسك هذي تبديلة تبديلة وعاي مطورة بطريقة معاصرة خفيفة وزينا اغطيك صحة وهذي هاو شي يزيد طلعا جوية بشتلق السنتور متاع الجوب هذي بالعراف بالكنتيل ويتعاودوا في الجيلة الفقانية البونبون في اليدين كالعادة دي ما ما نتخلل مش عليهم به المكان التي عنا حذرت هاي تنستقبلوا لباس اخر ذري ابهرنا المشاهدين يوم بحاجات مزينا هذي ابداعات مدى رصم هذي لباس يعطي الصحف الممبر في الفلور حاجة كلاس برشا هذي كيف كيف مطروز بالكنتيل وطوالة موذة ليدين تول تول هذي كالكنلو بالابليكاسيون هاي كاليدين تول والاخر فلور وهذي فلور راهو على حرير ما يسخلش يتلبسي فوشتا خاطر راه اللون متاعه الممبر دي ما يعطيك لقة خاصة مش كيمة السوا ومش كيمة قمشات اخرى واحنا الممبر هذي تسمى معناتها من الحاجات القدم بتاعنا كانوا قبل التبادل يخدموا برجة بالممبر الممبر وهذي كان بالكنتيل ومعاه تحتها بيش تحبتها النجم زاداءنا على حسب الطالب تنجم تسكروا لكله كيمة تنجم تخليه محلول تحتو نعملو اما جوب كيمة هذا قسير ولا يجي سرويل بالبورس ومتاعنا الكبوس الغارق يجي زاداء عملت هكا وهكا معناتك كيمة تحب المرأة تلقات نجم تلبسو المرأة في عمر نقولوا احنا فوق الاربعية كيمة تنجم تلبسو جان معناتها بالطريقة هذيه ولا تحب تسكروا هي حراح نجا حلوان نحضروا بها في صهريتنا تونسية مدام بسمى وانتي تبرك الله عندك معناتها ابداعات غزيرة وهذي ما شكوش فيه حتى تتفرجوا رم شهدوا بهذا شنوها نابية مستقبلا معتها انتي قتلي بعيدة على عروض الازياء معتك شو باش عروض الازياء في تونس والله في تونس ما عملتش عملت واحد معنتها على حسب وقت لي نقلت للوكال المتاعي جديد عملت كيمة بورتوفيرت سدعيت المعنتها زبائن متاعي وجاوني شوية زيد اخرين اما في تونس ما زلت ما عملتش عرض الازياء معنتها اللي تقول انتي بخانت مشاركة في الميس غانت اللي بشيته ميس غانت انا بش نلبسهم اربعتاش طفلة من جندوبة من بوسيلة من عديد الولايات من عديد الولايات وهذي بش نعملوه معنتها بانتو في اخر افريل وان اللي لبست الميس غانت علاش بش الزعمة زيدة حتى المرأة البدينة زيدة هي عندها حظها في اللباس ايوه يكون معنتها خفيف هذه ملكة جميل البدينت يعطيك الصحة ملكة جميل البدينت اللي بعد بش يشاركوا بها زيدة في ملكة جميل العالم في البدينت في البدينت اي بش يختاروا منهم معنتها قل يعمل ريجيم تبطل معنتها في بيلكم لفنمو ولبسها معنت بدم بسمة احلى حضور حتى يجيوا يلبسوا كانت تلقاها ضعافة يحبوا يعملوهما ريجيم زا ما يسخيلوا معنتها يلزمهم يعملو تقولوا مراكم ضعفتو وما يلزم معنتها تكون غانت بالفم والملئ يعطيك الصحة شكرا ليك بالحق نحييك على إبداعاتك هذوما شاء الله يليلا موفقا وشاء الله ديما أحلى سرى المرأة التونسية ونعملو مخير خاطر انا ديفيلة متاعي اللي عملتوا في بيلجراد عملت اقفاف خرجوا على اللخر هبلوا عليهم اسورتي على لبسات متاعنا عملت لبسات متاع رفراف اللي خدمت بالقميش متاع رفراف اللي هو الكل باليد بك الصوف بالألوان هنا نورمال ما هو حط لي تصويرها رهي في متاع ديفيلة إذا كان موجود صور أخرى نجمو نشوفوها بسيلش لقفاف عملتهم بمتاع ذوما رفراف يسر عجبوهم مبهروا بيهم سوختو غاديكا تعرف معنتها توريستي تسميو معنتها تعجبهم الحاجة التونسية والحاجة اللي باليد تعجبهم برجة كل لبسة معنتها عربي خاطر عملت شباية بمتاعنا وطريزتنا التونسي غاديكا تخاص أكثر حاجة خرجتها ومعاهم الأقفاف السورتي عليهم أعطت حاجة خاصة وعطتهم بيونس خاصة وعطت ريحة تونس ونقهة تونس خاصة إن شاء الله ديما نعرف ببلادنا وتكون بلادنا ديما هي القدام إلى الأمام إن شاء الله يا رب إن شاء الله ديما أنتي إلى الأمام إن شاء الله ديما متقلقة شاء الله بالإبداعات عايشك عايشك ونشكرك برجة على الاستدار